الخبر الأول اللي عدنا عن تهجم المتابعين على مريانا غريب فمريانا نزلت على قناتها هذا المقطع ولكن على قناتها الثاني كافيين وطبع المقطع تعرض للتهجم فلندخلوا على المقطع وتنزلوا بيه على التعليقات راح تشوفوا انه التعليقات استدت بسبب التهجم اوكي يا حبايب صارك تحديث على القصة فواحد من القريبين من القصة راسني على حسابي بلاي انستجرام وطلب من عندي انه ننهي هذا القصة حاليا فالسلالة يب هي فين ان اختهم ولكن يقول انه هو من الكلام اللي صار مبارحة كان غلط وانه هو موضوع عالي ما يصير يطلع السوشيل ميديا واذا مريانا حاب انه تريد عن الموضوع راح تطلع هي تريد عن الموضوع ولكن بدون انضغط عليها لا مثل ما قلناه موضوع عالي فاكتبونا يا حبايب الكومنتات شو رأيكم هذا الخبر وشو رأيكم بالتهجم اللي تعرضت له الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجأات اليوتيوبر فأول يوتيوبر اللي عدنا كانت سواصالة نزلوا هذا المقطع على قناتهم وبهذا المقطع عالينا ومن خلاله انهم هم حضرين لنا مفاجأات خرافية راح تنزل لنا طبعا من نفس الوقت عالينا وانف تتاحهم القناتهم الجديدة اللي قالوا حينزدون بها محتوى جدا القوي رحط لكم هذه المقاطع شوفوها شغلة السنة هاي حتكون سنة مليانة والله عم نحضر لكم كل شهر تقريبا شغلة كبيرة مشروع كبير شغلة كتير كتير حلوة يا جماعة انه صار في هالوقت الحالي قناة جديدة لعيلة انا صالة موجودة تستحت بالوسط القناة هاي اللي محضرين لكم عليها شغلات خرافية شغلات قوية وشغلات انا بالنسبة لالي هي اكبر واهم خطوة اعملناها بحياتنا فاكتبونا يا حباي بالكومنتاج شكتنتم تحمسي المحتوى ناس واصالة بالقناة الجديدة وشون رح حيكون الخبر الثالث اللي عدنا عن تهجم المتابعين على نارين بيوتي فنارين نزلت على حسابها بالانستجرام هذا البوست اللي تعرضت من خلاله بالهجوم واي من الكومنتات اللي جاها يحجم بها على ملابسها رغم ان الصراحة الاغلة متعود ان نارين بيوتي تلبس بهذا الشكل ولكن يقولون ان هي زودتها فمادر الصراحة اكتبونا يا حباي بالكومنتاج شرككم هذا الخبر وهل تستحق نارين بيوتي تهجم المتعرضات له او لا الخبر الرابع اللي عدنا عن المتابعين وكشفهم الحقيقة يحيوا سحر طبعا ما يعرف ببداية منهم فهم يوتيوبر عتهم الثميل يوم مشترك هذه قناة العائلية ايضا هم خافين اسم انس واصالة من التعليقات اللي عدهم مثلهم مثل اليوتيوبر اللي هواي الخافين اسم انس واصالة من التعليقات اللي عدهم وبالنسبة لي سألوه عن الدليل فندخلنا على اخر مقطع نزلو وننزل بيع التعليقات ونكتب كلمة انس واصالة بعدا نروح على كلمة الاحدث اولى عمو تحفى التعليق وتعليق الاشخاص على القوة وراية بعد ما احفظها مزين روح نغير العساب عمو نشوف هل التعليق لحيطلع للناس او لا وبعد ما غيرنا الحساب وننزل بيع التعليقات وروح على كلمة الاحدث اولا روح نشوف يا حبايب انه تعليق مظاهر ونما تعليق ذو الاشخاص الثانيين المعرقين ويايا طالع فكتبونا يا حبايب بالكومنتاج شرككم بهذا الخبر وشرككم بحركة سحر ويحيا وبخفاهم الاسم انس واصالة من التعليقات تكرار هذا الموضوع عن اكثر من قناة عائلية حاليا الخبر الخامس اللي عدنا عن انس واصالة وتهكير قناتهم بانس واصالة نزلوا على عساب انس من الانستجرام وهذا الستوري لواحد من الاشخاص اللي يريد يهكر انس واصالة يقولهم انه قناتكم بهاكر وانطوني الباسورد ونعسس هو من فريق يوتيوب ولكن طبعا انس واصالة عرفوا ان موضوع كده محبوا انه بس يتقطقون عليه بالستوري ونزلوا هذي الستوري كاتب حاضر والله وبس والله نوصلنا لها المقطات من المقطع جوكم اشتركوا بالقناة اشتركوا بالقناة اشتركوا في ازاي مقات مملكة القصص وبس مع السلامة